السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنواصل اليوم بقية الشابتر الثامن اللي هو عنوانه kinematics of particulars طيب محاضرة اليوم اللي هو هذا رقم أربعة من الشابتر هذا اللي هو شابتر ثمانية هنشوف فيها relative motion and translation هنشوفها فيها يعني rectangular components يعني الاحداثيات امتعة الفلوسيتي والتسارع هنبدأ بالrelative motion and translation يعني إيش يعني هناخذ مثلا جزائعة بتتحرك على المحور x اللي هي يعني بتكون translation مثلا عنا النقطة او particle a عند البورتيكول بي اللي هي البورتيكول بي اللي هي البورتيكول بي طيب عايزين نعرف ايش العلاقة ما بين i وبين بي من ناحية البورتيكول ومن ناحية الفلوسيتي ومن ناحية التسارع لو نبدأ بالنسبة للبورتيكول بالنسبة للبورتيكول بنسمي البورتيكول هذه x b relative to a يعني البورتيكول بي على ال a بتكون الفرق ما بين x b ناقص ال x a يعني x b ناقص a بتعطينا x b slash a طبعا على طول نقدر نستنتج ال x b اللي هي بتكون كم؟ بتكون x a plus x b يعني بتعتبر هاتي البورتيكول بتاعت ال b هي البورتيكول بتاعت ال a plus ال x b اللي هي relative position بالنسبة للفلوسيتي نفس الشيء ال velocity بي بي اي بتكون ال vb ناقص ال v a شفتوا يعني كيف جبنا الفلوسيتي طبعا من المشتق متع المعادلة هذي يعطينا على طول الفلوسيتي نقدر نستنتج الفلوسيتي بالنقطة b الفلوسيتي في ال b تساوي تساوي v a plus v b نفس الشيء بالنسبة للتسارع من خلال ال vlucity نجيب التسارع يعني ال a b اللي هي تساوي ال a b minus ال a a يعني على طول ال a b تسارع في النقطة b تساوي التسارع في النقطة a plus a b يعني ال v b a بتعتبر relative velocity وهذا ال a بتعتبر relative acceleration الحين نحنشوف الاحداثيات يعني component متعة velocity متعة التسارع هنبدأ بأول شيء بالنسبة لل velocity يعني لو شايفين velocity هذه v v هذه عندها في الفضاء three components اللي هي على المحور x بتكون vx والمحور y بتكون vy والمحور طبعا z بتكون vz طبعا ال particle هذي هيكون عندها نفس الشيء ثلاثة احداثيات اللي هي الاحداثية الاولى اللي هي ال x والحداثية الثانية اللي هي على المحور y بتكون هذه y وعلى z طبعا بتكون z يعني زي ما شايفين position بتكون r r حتكون x i plus y g plus z k يعني x y z اللي هم الاحداثيات بتاع position بتاع particle هذه اللي هي عندها velocity v عاوزين نستنتج من خلال position هذه يعني velocity متعة الفاكتور هذا متعة الفي طبعا velocity كم تساوي تساوي dx على dt plus dy على dt plus dz على dt يعني بمنها عندها three components يعني هيكون مشتقة متعة ثلاثة يعني محاور متعة components x y z يعني حتكون x dot طبعا هنا dot هو نفسه بنرمز يعني ايش x dot يعني dx على dt لما نقول x dot يعني نقصد بها dx على dt نفس الشي y dot يعني dy على dt والz dot هي يعني dz على dt طبعا هذه هي velocity يعني على طول velocity بتكون vx على i plus vy على j plus vz على g يعني vx هي نقصد بها x dot يعني المشتق متعة x و vy اللي هي يعني component على المحور y اللي هي المشتق على متعة y والvz اللي هي component على المحور z اللي هي المشتق متعة الز طيب الحين نمر للتسارع الاكسيريشن هنشوف الكمبونت متعه نفس الشيء الكمبونت متعة التسارع طبعا هيكون ثلاثة اللي هم ax y z طبعا هذه هي التسارع a طبعا هيكون المشتق الثاني متعة x plus المشتق الثاني متعة y plus المشتق الثاني متعة z يعني هنا x يعني بتكون المشتق الثاني متاح i والمشتق الثاني متعة y متعة z على طول بتكون يعني التسارع ax بتكون المشتق الثاني متعة x طبعا حاسبة time والمشتق الثاني متعة y والمشتق الثاني متعة z يعني بتكون هذه المحادلة يعني متعة التسارع طبعا هذهم ax والمشتق والمشتق بنسميهم الكمبنس ركتينجر كامبتس متعة التسارع نفس الطريقة اللي شوفناها بالنسبة للفلوسيتي طيب نكتفي اليوم بهذا القدر وإن شاء الله في المحادرة القادمة نوصل بقية الشابتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته